خليني كده يعني أبدأ معيك من البداية يعني زي ما كنتي فاكرة إحنا تقابلنا من سنة تقريبا تمام وكنت بتحضاري لأعمال مش عارفة هتعملي إيه مع موسم رمضان ده تعرض عليك كذا أعمال صح لأ قوليلي كده الأعمال لما كنت بتجيلك حضارتي نفسك إزاي حبدأ بقى بكامل العدد يعني فوزية الجد ده فوزية أنا ابتديت قبل فوزية ابتديت بقينا اتنين بقينا اتنين ده تعامل الأول أيوة تعامل الأول آه يعني كتصوير شيفونيل ورانيا يوسف رانيا يوسف وأنا كنت مامة رانيا والشخصية برضو جميلة صح بتحب الجوز بنتها أو يدرجة أن بنتها بتغير صح وطول الوقت ضد بنتك آه أنا بحبه مش عشان أنا بجامل كأم عشان بنتي لا أنا بحبه بجد فدي الشخصية الأولانية والمسلسل ده الورق الأولاني الأولاني طيب احنا هنرجع لكل عمل لوحده آه بعدين اتعرض عليكي كامل العدد بعدين اتعرض علي كامل العدد والعتاولة آه مع بعض آه أنا ما بحبش أخش وأعمل وأبقى كراكور طبعا لأنه كله بيصور في رمضان وأدوار وبعد ما تراكور أروح ماشية وأعمل الحركات المش حلوة دي فمن الأول فقالولي لأ أنت قدامك أسبوع أوكي مش هتبتدي الدور للوقت النجاة لسه فأعملي ده ولما نبتدي هقولك ففعلا كانت الحياة سهلة فكنت بتشتغلي اللي اتنين مع بعض لأ اشتغلت الأول بقى كامل العدد آه آه طيب تعالي نبدأ بقى مع كامل العدد آه أنت دخلة بقى يعني في الأحداث مفروض ابنك توفى آه وريحة مع مرات ابنك آه وقعدة بقى إيه يعني حسستينا بالحمى ومدم خفيف جدا اللي هي مش عجبها طبعا وعايزة تحافظ على البيت آه وعالناس وبتاعة العادات والتقاليد والأصول من الأول خالص بكاتش قابلة جواز ابني بالبنت اللي المفروض من وجهة نظري يعني آه خواجاية وأصلا بتشتغل رقيصة آه طب إيه يعني وبعدين إنت ليه إنت عندك ست كويسة وعم خلفها حسن وحسين آه وكنت حمات يعني دينا أنا حمات دينا برضو آه فإيه لازمت إنك إنت تتجوز دي فأنا مش كره فيها بس مش حبة عندها بنات طب البنات دول هتربيهم بأي شكل هل هتربيهم على طريقتنا حيطلعوا زينا ولا هتلعوا يرقصوا من هما قد كده ولا هيرقصوا يتكلموا أما باجي أقول لها على دوة حتى تكلم والدتها في التليفون آه هنعمل كذا كذا أقول لها طب ما تسأليني ما أنا وقفة تسأليني الكواليس بينك وبين بدرك هتعملت زيه؟ البنتك ممتازة ممتازة أولا ما بتعرفش تتكلم عربي كويس أيوة يعني شطرة إنها كانت فعلا بيكتبوا لها الكلام و ساعات تغلط فيه بس أغصب عنها أيوة بس كنت بتلقت الحوار معاك؟ كانت ممتازة لا لا إحنا صحاب لا سيبكم التمثيل دي حاجة تاني أيوة طبعا